حرب الموصل كانت صادمة بكل وقائعها ونتائجها وإحصائياتها غاب ذلك كله عن الحكومة وحضرت الذريعة فقط الإرهاب وتحت هذه الذريعة دمرت المدينة حتى طميرت ملامحها يد قصفت وأخرى اتقلت وعذبت وأخرى صفقت وتحدثت عن التحرير وإعادة الإعمار فيما كانت هناك أياد إيرانية تلوح في الأفق تريد المدينة بواقع جديد يستمر الوقف الشيعي بالاستلاء على العقارات التابعة للوقف السني في محافظة نينوى هذا بحسب النائب عن المحافظة عبد الرحيم الشمري الذي أكد أن ديوان الوقف الشيعي مستمر في الهيمنة والسيطرة على الأوقاف التابعة للسنة في المحافظة مستغلا تجاهل الحكومة وإهمالها للمحافظة المنكوبة الشمري أضاف أن تلك الممارسات لا تصب إلا في مصلحة فرقة البلد وتعميق الطائفية مؤكدا حقية الوقف السني بجميع هذه الأوقاف وفقا للسندات والحجج الوقفية الوقف الشيعي سبق أن طالب نظيره السني بإعادة مواقع دينية في المدينة لإدارته بذريعة أنها مملكة لوزارة الأوقاف المنحلة ما أثار موجة استنكار واسعة لا سيما أن بحثا بسيطا في الملف يعيده لخارطة واضحة ترسم في الخفاء لتغيير واقع المدينة بدءا من المكاتب الاقتصادية للميليشيات التي مارست دورها كدولة ظل وليس انتهاءا بالاعتقالات العشوائية وإهمال معاناة سكانها عن تلك المطالبات قال عدد من نواب نينوة إن من شأنها إشعال الفتنة الطائفية في البلاد مجددا لا سيما أن هدف تلك الممارسات استثماري بحت ولا علاقة له بالدين والمذهب النائب عن المحافظة شيروان الدبرداني طالب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري لوقف ممارسات الميليشيات المسلحة التي تصادر وتستولي على أراضي نينوة مؤكدا استمرار التجاوز على أراضي نينوة وأهلها من قبل جهات عديدة الأحداث في الموصل تبدو سلسلة من خطة تطبق منذ أكثر من 15 عاما في بغداد واستنسخت في سام الراء وديالا وحزام العاصمة دون ضجة في الإعلام بالتزامن مع ترويج يقلل من وطأة ذلك كله ويؤكد أنها عمليات استثمار أو حملات أمنية للقضاء على الإرهاب فحسب وسط الفوضى والدمار يتساءل كثيرون كيف لمن طمر مدينة ادعى تحريرها بالقنابل أمام العالم أجمع أن يرعاها وهي بقبضته في حاضر مغيب تسوده رايات صفراء تطبق أجندات خارجية